اهلا وسهلا بكل الاهلوية اللي بيبدأوا عنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي ليكم في البداية الاهلي والجونة مباراة مؤجلة من الاسبوع التاسع معادنا النهاردة ان شاء الله ساعة تسعة في الجونة في الغرداء والدنيا طبعا يعني جوهر جدا اليومين دول لكن بعتقد انه بما ان المباراة ساعة تسعة الى حد كبير يعني هتتلعب في اجواء لطيفة يعني ملعب الجونة من الملعب اللي يعني متعافش تلعب فيها كرة برحتك قوي لكن ان شاء الله بإذن الله لأهلي موفق النهاردة ثلاث نقاط في منتهى الاهمية قبل ما ادخل في المباراة وخلينا اقول لحضراتكم في حلقة النهاردة يعني هنتكلم على اخبار الفريق على استعداداته هنروح معاكم لجونة ونتعرف على اخر اخبار فرقتنا وخصوصا انه دي اول مباراة لريكاردو سوارس في البطولة الدوري على كل احوال عايز بس ابدأ حلقة النهاردة مع حضراتكم بسؤال ومفجأة بارح كنت بتابع انتعرفين طبعا بعثة مصر اللي بتشارك في بطولة البحرة دورة بحر متوسط في الجزائر وبتابع البطولة وبشوف لعبتنا وبالمناسبة محمد حمزة يعني ولد الحقيقة يعني مبشر جدا جدا يمكن فاس ببرونزية كنت بتابع قبل الهواء على طول مطشه مع او مباراته مع بطل اسبانيا وانا سيبته الحقيقة متقدم لكن الزمل يبلغوني دلوقتي انه هو خسر المباراة بنتيجة 15-11 الولد ده هو المصنف الاول على العالم شباب والمصنف التامن على العالم رجال نتكلم على موهبة عندها 21 سنة والحقيقة ولد كان مبشر جدا وانا شفت الحقيقة الشوت او راوند الاولاني يعني اتمنى الحقيقة انه يلقى الدعم عشان احنا عندنا مشروع بطل اوليمبي ومدربه هو والده كابتن ماهر حمزة طبعا واحد من رموز لعبة سلاح الشيش المباراة خلصت 15-12 لصالح بطل اسبانيا لكن كل التوفيق الحقيقة زي ما قلت لكم محمد حمزة ولد مبشر جدا سنه صغير جدا بطل بكل ما تحمل كلمة من معاني اداءه واصق في نفسه بلعب البطل والحائز على الميدالية الزهبية في بطولة العالم الاخيرة فبالتالي الحقيقة نقدر نقول انه مشروع بطل اوليمبي بكل سق المهم نرجع لموضوعنا والسؤال اللي انا عايزة اطرحه على حضراتكم انا مش بطرحه على المسؤولين لان انا مش منتظر لا رد ولا اجابة لكن السؤال الحقيقة كان وانا بتابع اخبار بعساتنا في البطولة كان متعلق بكورة القدر وكورة القدم من رياضات اللي مصر ما شاركتش فيها وما شاركتش فيه منافستها وكان السؤال الحقيقي اللي طرع على ذهني حتى كنا بنتناقش فيه مع الزملاء في السادسة فريق الاعداد السادسة يعني كنا بنتكلم على انه ليه مصر ما شاركتش فيه البطولة دي يعني كان من ممكن جدا واحنا عندنا دوري الدرجة التانية خلص وانتهى بشارك فيه 48 فريق يعني لو كل فريق فيه في قايمته 30 لعب انت بتتكلم على جيش مجيش من اللاعبين ما كانش فيه فكرة ان احنا نعمل منتخب مصر به مثلا ونجرب مثلا كابتن حسام حسن يمسك المنتخب ويروح يلعب به مثلا فيه بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط يعني ليه لا اعتقد انه اكيد فيه 20-30 مش ممكن يبقى فيه 48 نادي ما عندهمش 20 او 30 لعب يصلحوا ان هم يعني يمثلوا منتخب مصر به منتخب مصر محليين وبالمناسبة فيه بطولات كتيرة فيه بطولة أمم أفريقيا للمحليين ليه ما بنفكرش ليه ما فكرناش في حاجة كده وقد يقول قائل اصل ممكن المستويات اللي مشاركة وهناك فيه فرنسا وايطاليا بالمناسبة فرنسا توجت بالميدالية الدهبية على حساب ايطاليا في النهائي كسبة 1-0 فيقول لك اصل المنتخبات هناك شديدة ومنتخبات قوية ما فيش داعي لإحراج والكورلة المصرية مش نقصة مطب صناعة جديد حاجة تبقى مؤلمة ويبقى فيه حملات هجوم بلاش الدوري الممتاز به طب ما احنا كان ممكن جدا يعني بداياتا احنا عندنا لعبين محترفين كتير جدا برا خلصوا السيزن عندنا احمد حمدي عندنا تريزيجية عندنا كريم حافظ عندنا احمد ياسر ريان عندنا محمود كهربا عندنا 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 كل الناس دي خلصت ورجعت كان ممكن جدا جدا تخش في معصر اعداد سريع جدا وتروح تلعب البطولة لو خدنا لاعب واحد لا يشارك بصفة اساسية من كل فريق في الدوري الممتاز مثلا يعني مع مجموعة من المحترفين اللي جاهزين دول ما كانوش يعملوا منتخب يشارك في بطولة زي بطولة دورة العاب البحر المتوسط يعني ده سؤال سؤال بتراحل للناس عشان تفكر لكن اذا كنت بتكلم على مسؤولين انا لا منتظر رد وعارف ان الناس ما بتفكرش اساسا بالشكل ده خلينا نروح المفاجأة وفتكروا التاريخ ده كويس جدا خمسة سابعة احنا النهاردة السادسة حلقة خمسة يوليو من يومين كلمت مع حضرتكم على بعض التقارير اللي قالت انه كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو في طريقه لمغادرة الاولترافرد هيسيب فريق منشستر يونالدو الرجل عنده طموح كبير جدا انه يلعب او يحقق بطولة شامبيونز ليج وبالتالي منشستر يونالدو السيزن اللي جاي او الموسم اللي جاي اللي قد يكون الاخير قد يكون الاخير في مشوار كريستيانو رونالدو في الملاعب مش هيلعب في الشامبيونز ليج الكلام اللي اضطرح في 72 ساعة الاخيرة مثلا او خلينا نقول في الاسبوع اللي فات ده وانا يمكن عرض طرح حضرتكم هنا في واحدة من حلقات السادسة الاسبوع ده تقارير بتقول اهتمام ثلاث اندية بكريستيانو رونالدو في مقدمتهم تشالسي او ثلاث اندية ارتبطت اسمائهم باسم كريستيانو رونالدو في مقدمتهم تشالسي وفي مقدمتهم بار ميونيخ وفي مقدمتهم ايضا نابل التلاتة اعلنوا عن في فترة من فترات عن اهتمامهم بشكل كبير جدا بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو بايم ميونيخ طلع برا الصورة وقال انه تكلفة كريستيانو رونالدو هتبقى كبيرة جدا على ميزانيتنا وتعمل مشاكل جوه الفرقة تشالسي قد يكون قادر على انه يتحمل تكلفة كريستيانو رونالدو ولكن فكرة انه يلعب جوه انجلترا لفريق تاني غير منشستر يونيتد تخلينا استبعت شوية الاحتمال ده وفي بعض التقارير كمان رصدت انه توماس دخل ما كانش مرحب قوي بالفكرة نابولي واحد من الفرقة اللي هتلعب في تشامبينز ليج لكن بحسبات رونالدو اعتقد انه عارف كويس قوي انه نابولي بعيد كل البعد عن المنافسة لانه قصة مش قصة انه يلعب تشامبينز ليج يعني هي مش قصة انه يشارك رونالدو لما بيكلم عن تشامبينز ليج عايز يحقق اللقب عايز يفوز مع النادي اللي هيلعب له باللقب فبالتالي التلات اندية دول تقريبا مستبعدين المفاجأة اللي ممكن تكون قمبلة الموسم وفتكروا ان انا يمكن اول حد طرح على حضرتكم الخبر ده اللي جايلنا من كتالونيا من بارشلونة مباشرة انه فيه اهتمام كبير جدا من لابورتا ومن مسئولي بارشلونة بعد ما خده موافقة شابي بانتداب كريستيانو رونالدو وقد يكون الاحتمال الاقرب للحدوث هو بنسبة 70-80% لانه طبعا البرسا كمان بيحاول يرد على فكرة رفض البايا ميونيخ انه يديله روبرت ليفندفسكي فبالتالي لقوا فيه كريستيانو رونالدو اضطلة المنشودة التي يبحث عنها نادي بارشلونة لمحاولة العودة مرة تانية لمنصات التتويق وقد تكون الصفقة دي هي ام صفقات الموسم انا اعتقد انها ممكن تفوق في اهميتها صفقة ايرلينج هاللد مع منشستر سيتي وداروين نونيز مع ليفربول لكن الاحداث هتاخدنا لفين محدش عارف خلينا بقى نرجع له ماتش النهاردة ونشوف اخبار حلقة النهاردة بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع ندخل فيه التفاصيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي لقطات مباشرة على الهوى فرقتنا دلوقتي طبعا مع مستر ريكاردو سوارش في طريقهم لقاعة المحاضرات عشان مستر ريكاردو يتكلم على المحاضرة الفنية اللي هتبدأ بعد دقايق طبعا والخاصة بمباراة الجونة ماتش النهاردة مهمة جدا على كل مستويات واحدة من المؤجلات اللي تقربنا بشكل كبير جدا من استعادة الصدارة بقلنا كتير منطرد الزمالك وبيرامدز اللي بيحتلوا المركز الاول والتاني خلينا نقول مؤقتا على أهل تقدير الزمالك برصيد 51 نقطة بيرامدز مركز ثاني 49 نقطة واحنا برصيد 44 نقطة ثلاثة نقطة غاليين الحقيقة خسرناهم في مباراة سموحة مش عايزة أقول صحابوا المشوار يعني كل شيء مازال في قدينا كل شيء مازال في أقدام لعابي النادي الأهلي وثلاثة نقطة النهاردة واحدة من المؤجلات طبعا كانت مفترض للمغرادية تلاقى في الجولة التسعة من عمر الدولي لكن نتمنى إن شاء الله الثلاثة نقطة نهاردة يوصلوننا 47 ويقربونا هيبقى عندنا كمان مطشين فبالتالي فرصتنا في استعادة الصدارة قائمة بفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر بشكل مؤقت لغاية لما الأهلي طبعا يلعب كل مؤجلاته فرقة الجونة على ملعبها بصرف النظر عن ترتيبها فرقة الحقيقة تعمل لها حساب لأنه حتى نتائجك معاها يعني إحنا لعبنا معهم في كسر ربطة تعادلنا أعتقد تعادل سلبي وآخر مطشطنا في الدولة تعادلنا معهم 3-3 فالحقيقة يعني دايما برضو الواحد بيعمل حساب المطشط اللي برا الملعب لكن في نهاية الأمور برضو أعتقد أنه وجود مستر سوارش النهاردة على رأس الجهاز الفني وخوضوا لأولى مواجهات الأهلي فيه دوري بالتأكيد هتصنع الفرق الأهلي في آخر مطشين حتى بما فيهم مباراة سموحة أعتقد أنه لعب كورة كويسة جدا يعني كل المشاكل وكل الأزمات وكل الحاجات اللي الناس كانت حسنة أو مش راضي عنها في أداة النادي الأهلي تحسنت بشكل كبير جدا لدرجة كتير من المحللين قالوا أنه واحدة من أفضل مطشط الأهلي اللي لعب فيها كورة الموسم ده كانت مباراة سموحة لكن التوفيق ما كانش معنا بعض الأخطاء الحقيقة يمكن كلفتنا التلات نقاط بيترو جيت انطلاقة ريكاردو سوارش كان الأداء فيها إلى حد كبير جدا مرضي فالحقيقة نتمنى النهاردة التوفيق لرجالتنا وخلينا نتطمن أكتر على السعدادات الأخيرة يعني قبل ساعات بسيطة من بداية المباراة فاروق صلاح زيبنا جاهز طبعا من الجونة يكلمنا عن برنامج الفريق النهاردة والسعداداته لمواجهة الجونة المباراة اللي هتبدأ كمان ساعتين ونص تقريبا فاروق مساء الخير كل التحية لك زميلي أحمد دسامير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادر أهلي في كل مكان من هنا من الجونة وبالتحديد من مقر إقامة تفريق للنادر أهلي وآخر استعدادات تفريق للنادر أهلي للمواجهة الصعبة لمأكد على كلامك زميلي أحمد مواجهة في غاية الصعوبة للنادر أهلي مواجهة فريق الجونة اللي في موقف صعب جدا والمباراة بالنسبة له تعتبر طوق نجاة وثلاثة نقاط في غاية الأهمية سواء للنادر أهلي أو لفريق الجونة وده بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا الوضع أو الموقف اللي فيه فريق الجونة وأنه بيعاني من شبح الهبوط وفي صراع مع فرق الإسماعيلي والمقاصة والمقولون للعرب وأشريال الدخان أعتقد في موقف صعب جدا بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا زميلي أحمد أنت أكدت طبعا على أهمية أنت تكسب المباراة المؤجلة علشان تقربك من درع الدوري ده بيزيد من صعوبة اللقاء أيضا في ظل الغيابات النادر أهلي طبعا النهاردة بيفتقد لتسع لعبين من أهم العناصر السية عند النادر أهلي مؤخرا طبعا بيغيب عنه تلت لعبين شاركوا في اللقاء الأخير أمام فريق بترجيت محمد عبد المنعم طبعا لتراكم الإنذارات حسين الشحات وياسر إبراهيم للإصابة لكن النهاردة بنشوف طبعا بيعود يكون موجود محمود متولي موجود محمد أشرف الزير الأيسر للعب الفريق شباب النادر أهلي تقد يعني مستر ريكاردو سوارش زميل أحمد بالأمس كانت التمرين أو المران الأخير الفريق النادر أهلي على ملعب مختار تيتش قبل المران كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين طبعا شرح من خلالها أهم النقاط الخاصة بفريق الجونة وبعض المباريات وأتكلم على أنه واحد من الفرق اللي بتجيد اللعب أمام النادر أهلي نبع على اللعبين ضرورة عدم النظر لموقع فريق الجونة في جدول الترتيب الحماس اللي عند اللعبين زميلي أحمد والتركيز اللي احنا شايفينه فيه عيون لعب النادر أهلي إن شاء الله يقول أن اللعب النهاردة مركزة إن شاء الله إنها تحقق الانتصار وعارفين قيمة وأهمية هذه المباراة النهاردة يوم لعب النادر أهلي زميلي أحمد كان اللعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة يعني خلال دقائق أو لحظات تكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني للنادر أهلي اللي يعني عقب وجبة الغداء جمع وجلسة مع أفراد الجاز الفني بالكامل يعني الكابتن سيد والكابتن سامي والترتبات الأخيرة الخاصة بها زي المباراة عايزة أطمنك أيضا على حالة الجو حاليا أنت بتكلم في درجة الحرارة ما بين 34 ل 36 درجة مقاوية مع ارتفاع نسبة في درجة الرطوبة وجود استقبال وحفاوة بالنادر أهلي هنا في مقر إقامة فريق للنادر أهلي أتوقع يعني من اللي إحنا لمسينه أن استاد خلت بشارة هيكون مليء بجماهير للنادر أهلي اللي كانت حريصة أنها تكون موجودة بالأمس الحضور أمس واليوم لمسندة ومؤذرة للنادر أهلي طبعا دور جمهور النادر أهلي زميل أحمد مهم جدا في الفترة الحالية وفترات النادر أهلي على مدار تاريخه عايزة أطمنك أيضا على كافة الأمور الخاصة بالفريق ترتبات الأمور التنصقية أو الحالة النفسية للعبين ودور الجهاز الفني في توفير كافة الأمور أو أنه يخرج من اللعبين أفضل الأمور النفسية والفنية في هذه المباراة أنا موجود معك زميل أحمد لو فيه أي استفسار أو أي تساعد أنا حبيب أسألك الحقيقة فاروق أنت عارف يعني إحنا بصين على ماتش النهاردة ويهمنا طبعا يعني أما أعتقدش أنه عندنا رفاهية خسارة أي نقطة لقدر الله تهيلي ثلاث نقاط النهاردة في منتهى الأمور وخصوصا أنك أنت رايح من الجونة طاهب عندك بريك إلى حد ما نسبيا يعني كويس ممكن الجهاز الفني يستغله في أنه يخلي العيبة تلتقط أنفسها لكن أنت رايح بعد كده على ماتشات ضرب نار رايح على ثلاث ماتشات المربعة دهبي رايح فيوتشر وبعد كده الزمالك بس الزمالك طبعا في كاس مصر فبالتالي برضو مهم جدا نسأل على اللعيبة اللي ممكن تكون بعيد ولو تواصلت مع دكتور أحمد أبو عبلي لو تواصلت مع الجهاز الطبي أخبارهم إيه؟ مين ممكن يكون موجود معنا الفترة اللي جاية الإصابات الخاصة بالشحات وياسر أنا عارف أنه يقف بسبب الإنذارات فهو إن شاء الله من ماتش فيوتشر هيكون جاهز لكن إصابات ياسر إصابات حسين الشحات ممكن تاخد وقت قدية وهل ممكن يكونوا جاهزين يعني في وقت فرصة قريبة أو إصاباتهم محتاجة وقت طويل لا خليني زميلي أحمد أكد لك يعني مشانا هني أطمنك أيضا على أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد طبعا أنت عارف أن الأهلي بفقد هؤلاء اللعبين فذي المباراة لكن خليني أكد لك إن شاء الله على مباراة بيرامدز بإذن الله هيكون موجود كاف يعني انتظر طول خلال المباراة القادمة مباراة فيوتشر النادي الأهلي أعتقد يعني خلال يعني 48 ساعة يكونوا موجودين في المران النادي الأهلي تتكلم على مباراة فيوتشر يكون يوم 12 هيكون اللاعبين جاهزين طبعا لمباراة فيوتشر لكن أقدر بقى أجزم لك الأمر بخصوص أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد اللي طبعا هيكونوا جاهزين تماما للمشاركة في مباراة بيرامدز يعني بدءا من مباراة فيوتشر تبدأ تستعيد ياسر إبراهيم تستعيد أيضا حسين الشحات مع مباراة بيرامدز يبقى موجود أحمد عبدالقادر ومحمود وحيد أيضا ونتمنى طبعا ما يكونش فيه أي إصابات فيه فريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وأيضا يعني من ضمن برضو الأمور أطمنك أن يعني على مباراة إن شاء الله المباراة منها هيئة مباراة الأهلي والزمالك بيرستها ويكون جاهز أيضا للمشاركة مع النادي الأهلي في مباراة الزمالك اللي يكون يوم 21 سبعة تقدر تقولي أن أغلب العناصر أو اللاعبين المصابين الأقرب للعودة والمشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بإذن الله نتكلم على السياحة سريعا فاروق الدنيا إيه عندك والجنى فيها شغل وفيها ناس ولا الدنيا فاضية زميل أحمد النقطة اللي هتكلم فيها عايز أتكلم أخذها من البداية يعني خليني أوجه التحية والشكر للدولة المصرية عايز أوجه كافة الشكر والمجهود المبزول للدولة المصرية والمشروعات اللي يعني بنشوفها في طريقنا وأثناء التوجه إلى مدينة الجونة والطرق يعني خليني أفرض دلوقت لو وقتك يسمح دور كبير جدا للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على كم المشروعات يعني خليني أقولك أن إحنا أثناء توجهنا إلى الجونة كنا ماشيين فيه ساعات الأولى من اليوم اللي إحنا لمسينه مع الساعات الأولى كافة المشاريع وساعات العمل من الساعات الأولى كل العمال الجميع موجودة على مدار الطريق الجميع بيصابق الزمن مشروعات عملاقة بتشهدها الدولة المصرية يعني إحنا كنا حاسين بالفخر بأمانة زميلي أحمد في درجات الحرارة العالية لكن العمال الموجودين المهندسين الجميع بيسابق الزمن إن شاء الله الدولة المصرية بمشروعاتها بالإنجازات اللي موجودة زي ما قلنا بنوجه كل التحية للدولة المصرية على كم مزي المشروعات والإخلاص اللي موجود من الساعات الأولى إلى جانب السياحة أنا شاف السياحة في الجونة وجود عدد كبير جدا من الجنسيات يعني أتكلم فيه أسبان فيه طاليان فيه ألمان فيه من أوكرانيا من أمريكا كل الجنسيات موجودة في الجونة وانتعرف إن الجونة واحدة من أهم المقاصد السياحية أيضا لي كافة البلدان وأيضا إلى جانب بعض الجاليات الموجودين من الشعوب العربية طبعا من الوطن العربي سواء من الإمارات من السعودية من قطر طبعا انتعرف زميل أحمد فكل التحية طبعا للدولة المصرية زميل أحمد طبعا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من الجونة واحدة من أجمل الأماكن يمكن فيه الشرق الأوسط كله مش بس في مصر والحقيقة يمكن مش هزود على كلام فاروق أنا بس يمكن سألته لأنه اللي ما رحش ما شافش واللي تحرك وشاف في السنوات الأخيرة حجم الإنجاز قدرة المصر سيبك من المشروعات مشروعات عظيمة جدا وفيها رؤية للبلد دي قول 40 أو 50 سنة لقدام لكن الحقيقة الشيء الملفت للنظر أنه لما يبقى فيه إرادة حقيقية الشعب ده بيقدر يعني أنا شفت حجم إنجاز في السبع ثمان سنين اللي فاتوا دول ما شفتوش بيحصل طول عمري كله فبالتالي إحنا أهم حاجة أخدناها فيه ظروف صعبة وفيه معاناة فيش إنجاز بيحصل أبدا من غير تعب وأعتقد إن إحنا يعني الجيل يعني إن كان لي أن أنا أقيم أو أقول وجهة نظري الجيل ده دفع فطورة أجيال كتيرة جدا ريحه اللي حصل في مصر في الثمن سنين اللي فاتوا دول كان مفترض يحصل في خلال أربعين سنة بشكل تدريجي لكن قدر الله ومشاء فعل لكن الأجمل إن إحنا بنستمتع وإحنا بنشوف بلدنا بتتبني من جديد ومصر اللي جاي إن شاء الله بإذن الله هتكون دايما أحسن خلينا نروح لفاصل وأرجع أكلم حضراتكم على بقية تفاصيل مباراة النهاردة الأهلي والجونة كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الجونة ويعني ما قبل مباراة الأهلي والجونة المباراة اللي بتحظى يعني بحضور جمهيري ومتابعة جمهيرية هنا في الجونة الجميع بتصبك من أجل يعني الاحتفاء بالاستبال الفريق النادي الأهلي احنا موجودين مع مجموعة من المقيمين هنا في الجونة ومشجيع النادي الأهلي خلينا نرحب بيهم على شاشة قناة النادي الأهلي نعرف توقعاتهم للمباراة ورؤيهم في المباراة أرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وفي البداية بقى قول لي قول لي انت منين الأول طيب شايفوا استيبال النادي الأهلي إزاي وانتوا يعني ي하시는umbs اكيد بتمنتظرين مباراة النادي الأهلي بتمثلكوا مباراة الاني بصراحة اني احلى مباراة ما تشوفها وصراحة واحلى تيم بصراحة ونشكر كابتن سامن جمصان ونشكر محمود الخطيف وبشكر كابتن سيد عبد الحفيز بصراحة واحلى نادي شفته مليون متولدت على وش الدني بصراحة وربنا يوفه وربنا يكرمه ونغض البطولة واللي بقى التوقعاتك للمباراة النهاردة ومن اللي جيب الاهداف ان شاء الله خير وبتمنى محمد شريف عايزة رحل حضر الى حضراتك اللي بيمثلكم اي وجود النادي الاهلي لو انا شافك انت حريص انت قوم موجود ونادي الاهلي ماثل لك اي وجود النادي الاهلي هنا في الجنة يعني بيمثل حاجة كويسة يعني هنا حاجة كويسة بيديني منعه تمام ان لا pow Computer Manattari وانا بحب ند الاهلي كل ند الاهلي كل مشارفين توقعاتك للمباراة وشايف ناتجة المباراة يبقى كاما؟ يعني إن شاء الله ثلاثة ثلاثة يلا، ما راح بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وقولي المباراة شيفا زي وتوقعاتك للمباراة كيد طبعاً، بالأهلي طبعاً هو اللي هيفوز ده ما إحنا متعودين عليه أساساً دايماً عليه وإن شاء الله نكسب كده 2-0 إن شاء الله إن شاء الله طبعاً محمى الشريف عشان ده اسمي شكراً محمى عايزة راح بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وقولي وجود الأهلي بيمثلكوا إيه وأعتقد أنه؟ إنا إحنا مفرحنين جداً بالأهلي النهاردة وإن شاء الله يعني إيه؟ حيفوز بإذن الله وخمسة واحد بإذن الله عن نهاردة الأهلي وقفشة اللي حيجيب الجوه خمسة واحد من الستة واحد؟ إن شاء الله خمسة واحد خليهم خمسة كده في عيد الحسودي على كده عشان نخمسوهم يا فندم عشان نطلع جداً عايزة راح لحضرتك وقولي وجود الأهلي هنا بيمثلكوا إيه؟ أنا عارف أنتم مجموعة كلها من الصعيد راح ممثلكوا إيه وجود النادي الأهلي؟ راح رايب تفاوم 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 طيب تشايف النتيجة المبرائية وتتوقع وتقول إيه اللي عبت النادي الأهلي؟ توفج إن شاء الله توقعتك لثلاثة سفر من يجيب الأهداف؟ كلهم حلوين أفش يا محمد شريح أفش يا محمد شريح كلهم حلوين كلهم حلوين وأعتقد جمهور للنادي الأهلي ورسال مهمة جداً بنشوفها من جمهور للنادي الأهلي طبعاً نتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة ويكون فوز غال إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزملاء في المستوديو للأهلوية في كل مكان ولاد البلد دي حاجة عظيمة جداً ويمكن اللي في الجونة أو يعني لما بتروح الجونة بتشوف ناس جاي من كل حتة في الدنيا وناس بتشتغل زي ما الكتاب بيقول يتوفر لهم بس الظروف الكويسة تلاقي المصري ده في حتة تانية خالص خلينا الحقيقة نتكلم على تقم التحكيم النهاردة والحقيقة قبل ما أقول لحضراتكم مين أحكم بورا عايز أتكلم شو عن التحكيم في اللي جاي لأنه المنافسة ممكن السنة دي تبقى مختلفة شوية واللي حصل السنة اللي فاتت مش المفروض ولا مقبول أنه يتكرر على الأقل مرة تانية وخصوصاً في ظل المنافسة قوية أعتقد أنه في المقدمة وأيضاً في ظل الجدول يعني أو في آخر جدول البطولة فعندنا منافسة قوية جداً على مين هيهبط وعندنا منافسة إلى حد كبير برضو قوية بين الأهلي والزمالي كوبرمتز على صدرة الجدول ودي حالة مشوفناهش بأنه كتير فنتمنى أو نطلب وده المطلوب بيه أو ده دور الطبيعي المفترض يقوم بيه التحكيم فيما تبقى من عمر المسابقة أنه يقوم بدوره المطلوب لا عايزين بقى مصطلحات روح قانون ولا عايزين احتواء ولا عايزين أي حاجة من بره المنهج نصوص القانون تطبق بحزافرة وخصوصاً في وجود تقنية الفار ومعتقدش يعني احنا كلمنا كلام كتير جداً فترة الأخيرة وفكرة الاستخدام الخبيل الأجنبي مارك كلاتنبرج تقريباً اللي هتولى مسؤولية تطوير أداء الحكام فنتمنى إن شاء الله بإذن الله بتكون بداية صفحة جديدة ومنشوفش يعني دور يكون سلبي مقصود كان أو مش مقصود فيما تبقى من عمر المسابقة النهاردة طبعاً كابتن محمد عادل هو اللي هتولى نتمنى له إن شاء الله إدارة موفقة لمباراة الأهلي والجنة هو هيكون حاكم الساحة وهيكون معايا يعني معاونين اتنين معاونين كابتن سمير جمال وكابتن هاني خيري أما كابتن أسامة إسماعيل هيكون حاكم رابع علاء صبري هيكون حاكم الفيديو ومصطفى عطية حاكم فيديو مساعد وكل التوفيق إن شاء الله لرجالتنا النهاردة نتمنى إن شاء الله تكون المباراة تحكي مياً على أعلى مستوى وإن شاء الله بإذن الله رجالة الأهلي قادرة على حسم نتيجة المباراة صالحة جمهور متفائل ومنتظرين طبعاً ريكاردو سوالش النهاردة يقدم لنا حاجة جديدة بعد مباراة بيترو جيت وإن شاء الله بإذن الله تكون المباراة في نتيجتها يعني في صالحنا فاصل ونرجع لحضراتكم بمناسبة أرباح الأندال برازيلية تعرفين حضراتكم أنه الأرقام اللي وصلت للأرقام الخاصة بعقود اللاعبين في مصر بعض الأرقام أو بعض الأسماء وصلت أرقامهم لأرقام تتخطى بعد اللاعبين البرازيليين كنت تابع من فترة حضراتكم عارفين في الإنتر فيه طبعاً أليكسس سانشايز واحد من نجوم الإنتر وكان بيلعب قبل كده في البارسة وكان بيلعب في الفترة اللي تقلق فيها أوي كانت مع الجارنرس كانت فترة اللعب فيها مع الأرسنر نجم بقيمة أليكسس سانشايز وصلت قيمته تقريباً النهاردة أي نادي إراق عنده رغبة في التعاقد معالي أنه غالباً مش بكمل مع الإنتر بنكلم في 3.5 مليون يورو يعني بحسابات لو حاولتهم النهاردة بتكلم في 60 مثلاً 70 مليون جنيه فيه لعيبة في مصر هنا بتتقضى أرقام تتقطى الرقام ده بمراحل وعلى كل أحوال أنا بشوف أن سوء أمريكا اللاتينية سوء وعد جداً بس العين اللي تروح وتختار وتنقي هذه اللي ممكن يكون فيه صفقات تعمل نقلة الحقيقة للمستوى المنافسة هنا في الكرة المصرية وشوفنا الحقيقة مشاركات ليهم طبعاً شوفنا نجوم كتير جداً ببرازيل بيلعبه في دوريات خليجية بس الكرة في مصر غير يعني أنا بشوف أن النجوم دول لو بيلعبه هنا طبعاً إمكانيات الأندية الخليجية مادياً أعلى بكتير من الإمكانيات هنا في مصر بس في النهاية مردودهم ما كانش حاجة عظيمة أو لكن مع أندية زي الأهلي أو حتى زي الزمالك ممكن الحقيقة يكون ليهم مردود كبير جداً نروح لماطش ومنتخب مصر نرجع تاني نفتح ملف تصفيات أمم أفريقيا عندنا مطشين مهمين جداً في شهر 9 وحتى اللحظة دي خلينا أربط لحضراتكم الخبرين ببعض حتى اللحظة دي اتحاد الكرة مازال حائر في فكرة استقدام مدير فني أجنبي حاول طبعاً مع كارلوس كيروش وفشلت المحاولة وانتهت بتصادم وتراشق واتهامات متبادلة وبعد كده دخل اسم أو أسماء زي باولو سوزا زي بيتكوفيتش والاتنين الحقيقة لأسباب مختلفة يعني رفضوا أنهم يتولوا مسؤولية منتخب مصر التوجه دلوقتي جوه دارة الاتحاد للمدرسة الألمانية وفيه أكتر من اسم مطروح يعني في مرحلة الاتصال أو التواصل معاهم عشان يشوفوا إمكانية أنهم يتولوا المسؤولية وحيط خليليزيتش اللي كان شفناه في بطولة أمم أفريقيا مع المغرب واحد من المديرين الفنيين يعني أعتقد الأكفاء جداً ولكنه مستمر مع المغرب في حالة رحيله عن تدريب منتخب المغربي من الممكن جداً أن يكون فيه تواصل معا عشان يتولى مسؤولية منتخب مصر وخصوصاً أنك أنت بتتكلم كمان شهر ونص تقريباً شهر ونص أو شهرين عندك طبعاً لا شهرين عندك مطشات هترجع تاني تصفيات كاس أمم أفريقيا هي عندك مطشين لملاوي يعني تقريباً ذهبوا عودة المطش الأول في القاهرة والمطش التاني في ملاوي والجميل في الموضوع الحقيقي أنه اتحاد الكرة تلقى بالفعل لموافقة كل الجهات الأمنية على أن المباراة دي تتلعب في استاذة اسكندرية بكامل ساعة الاستاذ ساعة رسمية لإستاذ اسكندرية 12 ألف مشجع وبالتالي منتخب مصر هي لعب المباراة دي نتمنى طبعاً حضور كامل يعني أكيد طبعاً مطش المنتخب مصر والاسكندرية وأنا أعرف طبعاً أنه اسكندرية والاسكندرانية يعني أكيد طبعاً هيملوا مدرجات الملعب في جميع الأحوال كل التوفيق لمنتخبنا الموقفه في المجموعة مش ولابد يعني وعدم وجود مدير فني في اللحظة الحالية برضو شيئي لحد ما برضو يقلق لأنه في النهاية منتخب ملاوي الحقيقة يعني انطبعنا عنه أنه منتخب المنتخبات التي تطورت بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة خسرتك قدام أثيوبيا بتعقت شوية من حسابات المجموعة دخول غينية طبعاً وغينية منتخب محترم جداً 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 وإحنا شوفناه بيلعب معنا هنا في القاهرة صحيح كسبنا بصعوبة بلغة لكن في النهاية منتخب هينفسك على واحدة من بطاقتين الترشح نروح بقى سريعاً للبحر المتوسط وأخبار بعساتنا خلاص ما عندناش أمل في أن احنا ناخد ترتيب أفضل وصلنا للمركز السادس يعتبر إنجاز لا بأس به في ظل طبعاً قوة المنافسة وفي ظل مشاركة البعثة المصرية في البطولة بأعتقد 189 لاعب في مختلف اللعبات يعني جداً جدول الترتيب النهائي وليه بقول لحضراتكم عندناش طموح أن احنا نروح لأبعد من المركز السادس لأنه أعتقد ما فاضلش غير منتخب اليد عنده مباراة بكرة على الفاينال حتى لو حقق الميدالية الدهب ووصل لـ 14 ميدالية أنا أعتقد أنه رصيد أسبانيا زاد من الميداليات الدهب النهاردة خليني أتأكد من المعلومة لكن حتى لو وصلت أنت لـ 14 ميدالية دهب هيكون فارق الميداليات الفضة في صالح أسبانيا طبعاً فبالتالي الترتيب النهائي إيطاليا في المركز الأول وفي الصدارة تركيا في المركز الثاني فرنسا في المركز الثالث ده البلد المضيف طبعا الجزائر الشقيق في المركز الرابع وإسبانيا في المركز الخامس وإحنا قدرنا نتقدم على سربيا ونحتل المركز السادس خلينا استعرض معكم مين جاي ورانا في ترتيب برضو سربيا فنشت سابع اليونان مركز ثامن بورتغال مركز تاسع وتونس في المركز العاشر وبكده وصل رصدنا من الميدليات لخمسين ميداليا مش تسعة واربين خمسين ميداليا لأن في ميداليا برونزية محمد حمزة خاد طبعا برونزية من دقائق في منافسات سلاح الشيشة وبالتالي وصل إجمالي ميداليا مصر في البطولة لخمسين ميداليا وأملنا كبير في رجالتنا في اليد بكرة عندهم واجهة طبعا صعبة جدا مع منتخب أسبانيا في المباراة النهائية لكن إن شاء الله بإذن الله على أقل تأدير ضمننا على أقل تأدير طبعا ضمننا ميداليا نتمنى أنها تكون ميداليا دهب تقربنا شوية أو ترفع رصدنا شوية من الميداليات قبل ما نتكلم في المركز وفي العالمي خلينا نروح لفاصل أخير ونرجع نقابل حضراتكم بعد الفاصل في السادسة نروح لأخبارنا والمركاتو يمكن يكون أقوى مركاتو بيحصل السنة دي من أربع سنين فاته وكل الفرقة الحقيقة يعني معظم الفرقة الكبيرة في أوروبا ده عامت بصفقات من العيارة تقيل مانيفا ميونيخ داروين نونيس في ليفربول إيرلينج هالن في السيتي ومعه طبعا كالفين فيليبس واحد أتوقع أن يكون من نجوم الدوري الإنجليزي ونجوم السيتي في السنوات اللي جاية الكلام طبعا اللي قلتوا لحضراتكم على كريستيانو رونالدو في بداية الحلقة مرتبط بشكل كبير جدا بالمفاوضات الأخيرة في خلال ساعات يمكن هيتم الإعلان عن نتيجة المفاوضات النهائية بين برشتونا وبين الباير بيقال أنه الأمور بقت أقرب لحد كبير جدا لانتقال ليفندوفسكي لبرشتونا وفي حالة انتقال ليفندوفسكي أعتقد يبقى الباب تقفل على كريستيانو رونالدو وفي الحالة دي ممكن يكون الخيار الأقرب ليه يا إما بي أس جي يا إما العودة ريال مدريد وده برضو واحد من السيناريوهات المطروح لكن بمناسبة بي أس جي خلينا أقول لكم أنه مرحلة موريسيو بوشتينو طبعا موديل فني السابق بقى خلاص انتهى عهد بوشتينو مع البي أس جي وهيتولى المسئولية كريستوف جالتيه وكريستوف جالتيه كان يمكن يكون واحد مش من الأسماء التقيلة في بي أس جي وكان اللفه هنا مقبرة المديرين الفنيين يعني كل المديرين الفنيين اللي تولوا مسئولية البي أس جي مع بداية المشروع المشروع اللي بيقولها يبقى فيه فريق من فرنسا من ليج أين يقدر ينافس الكبار في أوروبا على لقب الشامبيونز ليج وده شفناه في ثلاث مواسم أخيرة عنده سكواد طول عمره الحقيقة واحدة من أقوى الفرق على مستوى أوروبا لكن دايما الفشل الزريع دايما عدم القدرة على الوصول لمنصة التتويج حتى مع وجود مدربين عندهم خبرة كبيرة وأغلبهم ودي علامة استفهام كبيرة أغلبهم بعد ما سألوا البي أس جي راحوا حققوا بطولة ما عندها ممكن تكون أقل من ناحية السكواد من ناحية الأسماء اللاعبين يعني هنا يمري فشل فشل الزريع وكان كسبان البرسل لو حالكم تفتكروا في آخر موسم ليه خمسة في بارك دو برانس وبعد كده رجع في برشلونة خسر منتدى عالمية الستة وودع وراح فاز مع أعتقد فيا ريال باليوروبا ليج توماس طوخل واحد من أهم أسماء في عالم التدريب في ألمانيا فشل فشل زريع برضه في التتويج مع بي أس جي وبعد كده راح لفين لتشيلسي وحقق المعجزة وفاز معهم بالشامبيونز ليج بوتشتينو الحقيقة كان واحد من الأسماء اللامعة جدا في الدولة الإنجليزية مع تاتنام ولكنه الحقيقة لم ينجح برضه في تجربته مع البي أس جي وفي النهاية طبعا تم الإعلان عن رحيله وعن تولي كريستوف جالتي المسؤولية الفنية الحقيقة عالت حسب تصريحات ناصر خليفي بيقول أنه يعني شايف فيه قدرة رائعة على قيادة البي أس جي لتحقيق الألقاب عندنا كلام عن مرموش الحقيقة الحضراتكم عارفين طبعا المتابعين طبعا مرموش عارفين أنه بيلعب حاليا لصالح شتوتجيرت ولكنه أساسا بيلعب على سبيل أعارة هو أساسا مقيد على قايمة فريق فولفسبورج ومفترض أنه هيرجع لي الموسم ده مازالت فيه مفاوضات بين الفراتين لأنه شتوتجيرت عنده رغبة في أنه يستمر مرموش معاه للموسم اللي جاي لكن الحقيقة والكلام على عهدة كيكر الألمانية طبعا مرموش عنده رغبة كبيرة وخصوصا أنه ده يعتبر آخر موسم لي مع فولفسبورج وبالتالي عنده رغبة كبيرة زي ما هو صرح بشكل واضح وصريح أنه يلعب في الدور الإنجليزي في الموسم القادم طبعا هتكون صفقة انتقال حر في حال فشل تجديد التعاقد مع نجمنا المصري عمر مرموش كل التوفير لرجالتنا النهاردة وإن شاء الله بكرا نكون بنحتفل بعرض قوي وبتلاتة نقاط غالية جدا في مشوارنا لاستعادة صدارة الدوري الممتاز كل التحية لحضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهل ترجمة نانسي قنقر